تحية محبة وأخوة لكم متابعين الكرام في الحلقة الماضية كنا بدأنا الحديث عن إرسال الخليفة عثمان بن عفان المصاحف المنسوخة من مصحف الإمام إلى الأمصار وهي مكة المدينة دمشق البصرة وأخيرا الكوفة هذه المدن أصبحت قبلة لحفظ القرآن وتعليم قراءته مما جعلها تحظى بنشأة خمس مدارس في مساجدها الكبرى مسجد دمشق ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جامع خطوة الإمام علي ومسجد الحرم المكي وأخيرا المسجد النبوي بالمدينة المنورة هذه المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار كانت كما قلنا خالية من التنقيط بين قوسين نقط الإعجاب والتشكيل بين قوسين حركات الإعراب والهمزة بين قوسين اختراع الخليل بن أحمد الفراهدي بحكم أن قريش كانت تسهل الهمز أي لا تنطق الهمزة وأيضا ألف المد فأشهر علماء القراءات المختلفة كأبو عمر الداني وابن الجزري عزوا خلو المصاحف من التنقيط والتشكيل حتى تستوعب قدر الإمكان ما كان مرخصا به من القراءات على عهد الرسول وهذا غير صحيح لأن الخط العربي القديم المتطور عن الخط النبطي كان خاليا من التنقيط حتى قبل الإسلام ولعل نقش النمارة الذي يرجع لسنة 328 ميلادية لملك مرؤ القيس بن عمر الذي عطر عليه في بادية سوريا والموجود حاليا في متحف اللوفر بباريز لأكبر شاهد على خلو الحرف العربي من التنقيط والتشكيل وحتى في أيام ما يسمى بالفتوحات الإسلامية فالبرديات العربية تشهد على خلو الحروف من التنقيط كالبردية ARF رقم 558 للقائد العربي عبدالله بن جبر تعود لسنة 943 ميلادية وتوجد حاليا في المكتب الوطنية النمساوية فيينا هذا الادعاء من علماء القراءات هو فقط من أجل إضفاء شرعية على القراءات المختلفة التي ظهرت منذ البدايات الأولى لنشأة الإسلام بحسب الرواية الإسلامية واعتبارها مرخصة من الرسول نفسه أو إقرارا منه فلو كان ما ادعاه هؤلاء العلماء صحيحا لماذا البرديات العربية جاءت خاليا من التنقيط؟ هل لقراءتها على عدة طرق مختلفة؟ فرغم توحيد عثمان بن عفان رسم المصاحف وحرق ما يخالف مصحفه إلا أن الموضوع لم يتوقف بل بقي إلى عصر الخليفة عبد الملك بن مروان حيث حاول وليه على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي تجويد وتحسين رسم عثمان فأضاف ألفي ألف على كلمة قالوا وقال وهذا ما نجده فعلا كفرق بين مصحف بريزينو بيترو بوليتانوس وباقي المصاحف بعده كذلك وضعت نقط أبي الأسود الدؤلي لتوحيد القراءات التي كترت في هذه الأمصار وبقية القراءات تكثر وثكثر إلى أن جاء ابن مجاهد ما بين القرن الثالث والرابع الهجري محاولا اختيار أشهر القراءات وأحسنها على الإطلاق بقبول أصلين فيها الأصل الأول مطابقة رسم مصحف عثمان والأصل الثاني أن تكون صحيحة السند حملها رواة موثوقون فخرج لنا بسبع قراءات مختلفة من هذه المدارس التي ذكرناها فمن مدرسة الكوفة قراءة عاصم المتوفى سنة 127 هجرية وقراءة حمزة المتوفى سنة 156 هجرية ومن مدرسة البصرة قراءة أبو عمر المتوفى سنة 154 هجرية ومن دمشق قراءة ابن عامر المتوفى سنة 118 هجرية وهي أقدم القراءات السبع وفي مكة قراءة ابن كثير المتوفى سنة 120 هجرية وأخيرا في مدرسة المدينة قراءة نافع المتوفى سنة 169 هجرية فاختيار ابن مجاهد لهذه القراءات جاء من وسط قراءات كثيرة لكل مقرأ فعلى سبيل المثال نافع أخذ عن أكثر من سبعين شيخا من التابعين وكان يأخذ القراءة التي يوافق عليها اثنين من شيوخه على الأقل وإن شد فيها واحد تركها كما قال الأشوح إذن كل مقرئ من هؤلاء القراءة أخذ العديد من القراءات عن شيوخه فاختار منها مجاهد الأفضل بحسب الأصلين الرسم العثماني والسند الصحيح فلما جاء الرواة عنهم احتاروا فيما يقدمونه من قراءات فنجد مثلا المقرئ نافع أكثر رواته شهرة الذين رووا عنه هما قالون وورش وبما أننا في المغرب وشمال أفريقيا وإجزاء من السودان نأخذ برواية ورش عن نافع لابد أن نعلم أن ورش اختار لنفسه قراءة من القراءات التي تعلمها في بلده مصر فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض شيوخه فتركه على ذلك أما قالون فكان ربيب نافع وأخص الناس به فجاءت روايته بخلاف رواية ورش في ثلاث ألف حرف من قطع وهمز وتخفيف وإدغام وغيره إذن هذه القراءات السبع ظهرت في القرن الثاني الهجري وأصبحت رسمية على يد ابن مجاهد ما بين القرنين الثالث والرابع الهجري كما سبقت الإشارة وتصدى في عهده إلى القراءة الذين يقرؤون بالقراءات الشاذة كابن شنبوذ وابن مقسم العطار حتى استتاب سنة 332 هجرية بحضرة الوزير أبي علي بن مقلة لكي يغلق باب الاجتهاد في القراءات المختلفة ورغم هذا المنع بقي فقهاء القراءات المختلفة يتجادلون حول صحة باقي القراءات الأخرى التي اعتبرت شاذة حتى بداية القرن التاسع الهجري أي بعد خمس قرون من الجدل والنقاش نجح ابن الجزري في إضفاء أو إضافة 3 قراءات أخرى معتمدا على رسم مصحف عثمان والسند الصحيح ورفع شرط القبول بالقراءات إلى التواتر وأفتى بتكفير كل من زاد عن 3 قراءات بعد السبع فضم باجتهاده إضافة المقرئ أبو جعفر من المدينة المتوفى سنة 130 ومن مدرسة الكوفة المقرئ البزار المتوفى سنة 229 هجرية ومن مكة المقرئ الحضرمي المتوفى سنة 205 هجرية ورغم هذه الفتوى وبعد أكثر من ثلاث قرون أخرى من الجدل استطاع الإمام البن الدمياطي المتوفى سنة 1117 هجرية أن يحسم أمر القراءات الشاذة ويضيف أربع قراءات أخرى بعد العشرة تستوفي الشروط السابقة فضم من مدرسة البصرة المقرئ الحسن البصري المتوفى سنة 110 هجرية وليزيدي المتوفى سنة 202 هجرية ومن مدرسة الكوفة المقرئ الأعمش المتوفى سنة 148 هجرية ومن مكة ابن محيصن المتوفى سنة 120 هجرية لكل مقرئ من هؤلاء القراءة الأربعة عشر على الأقل اثنين من الرواه وكل هذه القراءات لم تظهر إلا بعد قرن من موت الرسول ولم يحسم في أمر القراءات الشاذة إلا بعد أكثر من عشر قرون على جمع القرآن ولو نظرنا لكتاب الكامل في القراءات لأبي القاسم الهدلي في القرن الخامس الهجري نجد فيه خمسين قراءة عن الأئمة و1459 رواية وطريقة تلخص إشكالية القراءات المختلفة رغم أن هذه المعضلة الكبرى في القراءات المختلفة سببها الحرف العربي القديم الذي كان كما قلنا خاليا من التنقيط والتشكيل والهمز وألف المد لازلنا نجد من يقول إن القرآن كان محفوظا في الصدور والسؤال المطروح هل كان محفوظا في الصدور على أربعة عشر قراءة أم خمسون قراءة أم 1459 رواية وطريقة نكتفي بهذا القدر ونترك هذه الأسئلة كي يجب عليها أصحاب القرآن محفوظا في الصدور وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر